بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في موضوعات تنظيم الحاسبات بحمد الله انتهينا من القسم الأول من موضوعات تنظيم الحاسبات عندما أكملنا مقرر تنظيم حاسبات واحد نرجو أن تكون قد اطلعت على ذلك المقرر واستوعب جميع محتوياته ويسرنا أن تكون معنا في الجزء الثاني من موضوعات تنظيم الحاسبات والذي نخصص له مقرر تنظيم حاسبات اثنين Computer Organization 2 نبدأ محتويات هذا المقرر الباب الأول من هذا المقرر One Central Processing Unit وحدة المعالجة المركزية وهي الوحدة المسؤولة عن تنفيذ التعليمات في الحاسب ولكن قبل الدخول في تفصيلات هذه الوحدة ومحتويات هذا الباب نبدأ بالتعريف عن مقرر تنظيم حاسبات اثنين إذن Chapter 1 Lecture 1 About the course عن المقرر وفيه نعرف ما هي أهداف هذا المقرر ما هو المتطلب السابق لفهم محتويات هذا المقرر وما هي المخريات التعليمية المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المقرر أولاً The course aims to introduce the following يهدف هذا المقرر لتعريفك بالمواضيع التالية واحد The Central Processing Unit وحدة المعالجة المركزية ما هي وظائفها وما هي مكوناتها وما هي طرق تنظيمها المختلفة اثنان Pipeline and Victor Processing ماذا نقصد بالقنوات أو Pipeline في الحاسبات وما هي المعالجة بالمتجهات في الحاسبات ثلاث Memory Organization ما هو تنظيم ذاكرة الحاسب وما هي مكونات هذه الزاكرة وطرق إدارتها طيب ما هو المتطلب السابق الذي تحتاج الإلمان به لفهم مواضيع هذا المقرر إنه بالتأكيد Computer Organization One مقرر تنظيم حاسبات واحد والذي غطى جزء كبير مواضيع تنظيم الحاسبات بما يمكننا من الاعتماد عليه ومواصلة الشرح في هذا المقرر طيب ما هي المخرجات التعليمية المتوقعة بعد إكمالك لهذا المقرر The Learning Outcomes أو LOs لهذا المقرر هي The LOs of this course is your ability to know and understand the following بعد الانتهاء من هذا المقرر نتوقع منك أن تعرف وتفهم المواضيع التالية أولا The Central Processing Unit ستعرف وحدة المعالجة المركزية بمكوناتها وتنظيماتها المختلفة ثانياً هناك تنظيم يسمى General Register Organization أو تنظيم السجل العام سنعرف كيف يعمل هذا التنظيم في الحاسبات ثلاثاً نوع آخر من أنواع التنظيم هو الاستاك Organization أو تنظيم الركام سنعرف ما هو هذا التنظيم وكيف يتم تنفيذ التعليمات في استخدام هذا النوع من أنواع التنظيم أربعة هناك أنماط مختلفة للعنون في الحاسبات Addressing Modes مختلفة سنعرف ما هي هذه الأنماط وكيف نتعامل مع كل نوع منها خمسة عندما تسري البرامج في الحاسب يكون لها سريان محدد هل يمكن تغيير هذا السريان المحدد؟ نعم وذلك باستخدام البروغرام Control أو التحكم في البرامج سنعرف تنظيمات التحكم في البرامج بأنواعها المختلفة ستة Pipeline and Victor Processing سنعرف طريقة القنوات المتبعة في تنفيذ تعليمات الحاسب وكيف تتم المعالجة بالمتجهات في الحاسب سبعة Memory Organization أيضاً زاكرة الحاسب لها تنظيم سنعرف ما هو كما سنعرف ما هي مكونات زاكرة الحاسب وطرق إدارتها تمانية أخيراً سنعرف ما هي الذاكرة الظاهرية للحاسب Virtual Memory ما هي فائدتها وما هي علاقتها بالذاكرة الحقيقية للحاسب وإلى اللقاء في الدرس القادم أحسنت